اشتركوا في القناة صباح الخير وأهلا وسهلا بكم وشكرا على مبارتكم هذه القناة الحلوة صباح النور أهلا وسهلا فيك بالبداية برأيك كيف تصنف المطاعم في قليم كردستان كيف تطع الدرجات لهم تصنيف المطاعم حسب النجوم هذه معروفة هناك مطعم نجمة هناك مطعم نجمتين هناك مطعم 3 أو 4 أو 5 دعونا نقول للمطعم إذا نطعوا نجمة هذا المطبخ أو الأكل تبعوا منيح طيب بس احتمالي توقف صحيح وكمان فيه نجمتين يعني النجمتين معناته الطباخ أو الأكلة أو المنيو اللي قدمها منيحة وذلك 3 نجمات وأربع نجمات وخمس نجمات حسب السيرفز حسب الأداء حسب المنيو نعم طب برأيك مطاعم الفنادق بيطبق عليها نفس التصنيف الفنادق أيضا نفس الشيء يعني كمان فيه عندهم نجوم ياخذ المطعم أو الفندق ياخذ نجمة على المطعم ومرات كمان المطعم ياخذ نجمة على الفندق كيف يعني؟ كمان يعني مثلا نخلني نقول فيه فندق معين فيه مطعم فاخر يجولوا زائرين ويجولوا من السياحة ويقيموا ويعطوا نجمة حصلت المطعم نجمة وحصل الفندق كمان نجمة طيب سيد دافت كرأي شخصي يعني برأيك المطاعم بإقليم كردستان ما زادت عن الحد المطلوب وخصا إذا منحكي عن العاصمة أربيل حضرتش ذكرتي شغلة حلوة عاصمة شوف العاصمة فيها تطور أي عاصمة تكون فيها تطور تكون فيها مشاريع كبيرة فمن يكون بيه مشروع كبير وتطور كبير لازم المطاعم كمان تتوسع يعني خلي نقول إحنا هاليوم بإقليم كردستان اللي هي أربيل الحبيبة عدنا مشاريع هواية عدنا أقليات هواية عدنا جاليات وعدنا يعني خلي نقول أجانب الأكشباكت كثيرة فلذلك اتطورت المطاعم واتطورت الفنادق وهذا حاليا نحن يعني يبقى الأكل العراقي أو الأكل العربي طيب بس احنا نتجه للغربة السحالية صحيح من هذا أكو مطاعم بأنواعها وأشكالها أكيد طيب بما أنه عم نحكي عن تنوع المطاعم وأكيد خلينا نحكي عن تخصص المطاعم يعني صرنا عم نشاهد هون المطعم التركي المطعم السوري المطعم فينا نقول كمان الهندي الإيطالي هاي تجربة المطاعم يعني وتنوعه هون بالإقليم كردستاني برأيك نشحت؟ تجربة ناجحة أنا أشوف هاي التجربة كلش ناجحة لأنه نحكي على الإيطالي فيه ناس تحب الإيطالي نحكي على خلينا نقول العراقي أو السوري أو اللبناني أو الغربي بشكل عام يعني الغربي فيه إيطالي فيه مكسيكي فيه هاي الأكلات ناجحة كثير يعني عليها إقبال من خاصة هاي الأجيال هسا الجديدة يعني اللي تشوف السوشال ميديا واللي تشوف الموجود على التواصل الاجتماعي فرغبتها للأكل يعني هي تشوفها وتجربها مرة وتحبها كثير بس بالرغم من هذا يعني يبقى أكلات عربية يعني اللي حد الآن يعني هي الأولى بهذا المزال يعني أكيد هلأ هي بالنسبة للتخصص كمان فيه مطاعم تانية بتقدم كافة المأكلات الشرقية والغربية والآسيوية شو رأيك بهذا الشيء؟ هي تمام يعني فيه مطاعم وفيه كافتريا تتقدم أكل عربي يعني هذا هسا حاليا احنا خلي نقول الزمان كنا احنا يعني محصورين بنطاق صغير يعني من الأكلات بس هسا الزبون إذا يدخل على أي مطعم أو أي كافتريا يشوفها اللي يحب يأكل شرقي ما خلي نقول ما كاسرين خاطره أكيد واللي يحب يأكل غربي كمان ما كاسرين خاطره حتى مثلا خلي نقول هسا الزبائن لما تدخل على مطعم يعني مرات تشوفين مو أكراد ولا عرب يعني أجانب يعني والأجانب كمان لهم رغبة على الأكل العربي طيب خلي نسألك كم متذوق يعني الأكلات الغير عراقية هنا بالأقليم هل علي طلب كثير يعني هل صارت أنه علي طلب من قبل الناس أكيد أكيد هسا عندك المطبخ الآسيوي بغض النظر إذا كان مطعم صيني أو مطعم ياباني الأكلات الصينية واليابانية بالتحديد خلي نقول السوشي والله صارت ظاهرة شبيرة كلش كلش شبيرة بأربيل يعني نحن مطعمنا يقدم هذا الأكل وفيه كمان مطاعم يتقدم يعني قبل شيء ثلاث سنين أربع سنين ما كانت العالم عندها اطلاع على هاي الأكلة يعني ظنت بأنه هي شيء حلو يعني أنا مرة جربت بالمطعم اللي أنا موجود به حاليا قدمناها برمضان يعني قلنا فيه كمان ناس يجون احتمال برمضان نعم إذ يكون هذا السوشي فيه ناس كان ما عندها اقبال أو ما عندها اطلاع على هذا الأكل فظنت بأنه شيء حلو يعني ظنت بأنه هذا حلو فأكلت نوع من الحلويات يعني يعني هذا مو حلو هذا كيف أفطر بي فهاي هاي قبل شيء أربع خمس سنين بس هسه لا هسه فيه اقبال فيه اطلاع فيه وجهة نظر فيه يعني اقبال كثير كثير على هذا النوع من الأكلات وخاصة الأكلات الصينية كمان والغربية الإيطالية هلا السوشي توقعت بس أكلات الصينية غريب الأكلات الصينية تمام موجود موجود عدهم شيء احنا عدنا شيء اسمه البرياني هما عدهم شيء نفس البرياني بس شوية صحي يعني نفس الشيء ويتخصص إذا كان فيه روبيان إذا كان فيه دجاج إذا كان فيه لحم يعني هسه حاليا فيه اطلاع كبير على الأكلات الآسيوية بالإضافة إلى هذا أكو أكلات إيطالية يعني خلنا نقول الباستا أو الفوتوشيني البيتزا اللازانيا والغربي الغربي الأمريكي أو الغربي أكيدو الأطفال يمكن يرغبوا كتير بالبيتزا بالبيتزا كمان في الفاستفود الهامبرغر يعني والشيكين ناكتز وهالشغلات نعم كمان ستيك صحيح الستيك هس الستيك هاوس يعني مطبخ ستيك هاوس أو المطبخ الأمريكي الي هو هنا السيدات عم بيحبوا يريحوا حالاً من الآخر ويروحوا على الأكلات الجاهزة هو تقريباً عادةً هيك أكيد نكفى ديفيد أكيد المطعم العراقي والكردستاني يعني هو مشهور بنكهته اللذيذة وقيمته الغذائية أكيد وتنوع أكلاته لكن ما فينا نقول إلا أنه الطعام العراقي هو يعني لساته دسم وأكيد ما نوكله أكل صحي ما عم نحكي عن النظافة بالمطاعم لكن عم نحكي أنه نوع الأكل هو دسم بالنسبة للأجسام أكيد طبعاً بالعالم إذا كان عربي أو إذا كان عالم أجمع كل المطعم أو كل الدولة إلها أكل خاصة نعم نحن في العراق الأكل كل شيء طيب خاص يعني مذاق طيب إذا كان دسم أو مو دسم بس التوابل تسيطر عليها البهارة تسيطر عليها نعم لذلك لحدنا نحافظ عليها يعني تشوفين الأكل العراقي موجودة بكل مكان مثل ما ذكرنا قبل شيء بأنه أغلب الكافترات حالياً هسا أو المطاعم هي غربية تصنف غربية بس لكن بالأخص عندها أكلات عراقية بس هذا يعتمد إذا كان صحي يعني هي دسمة طيب في أكلات مثلاً دسمة بتختلف فيها أربيل عن سليمانية عندهوك يعني تشتهر أربيل بأي أكل دسمة أكثر شيء يعني أربيل تشتهر بأكلات كثيرة مو بس وحدة يعني تشتهر بخلي نقول بالقوزي بالبرياني بالدولمة بالمقلوبة بالقلية بالقلية وأكو أكلة أصلاً هي يعني خلي نقول اسمها ترشك هي ترشانة خلي نقول يعني هي عبارة عن مثل كبة زي الموجودة بغير الدول بس تكون مرات مثل بلبن وتكون مرات بشي مراك حامض يعني وكمان أكو أكلات غير هاي بسليمانية اللي هو خلنا نقول البط أو الديك الرومي على الشيش احنا نسمي يمكن كمان في الدونية اللي هي حنطة اي 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 اكو أكلات هواية يعني تميز هاي بتميز يعني لكها خاصة للمطبخ العراقي اي هاي اكيد هلأ مؤخراً نعم نشوف انتشار المطاعم العراقية بالعواسم العربية والأجنبية يعني اللي لما منشوف عاصمة عربية ما فيها باجا أو دولما أو كبة موصلية اكيد برأيك شو سبب انتشار الطعام العراقي بالخارج مع انه مثل ما حكينا انه هو الدسم يعني بالنسبة للأجساد والصحة انا ذكرت انه المطبخ العراقي الى صيط قوي بالعالم بالمجتمع العربي يعني ويعتمد عجليات الموجودة بالدول العربية بس اغلب الدول العربية سبيها اكل عراقي يعني يعني هذا الاكل العراقي شي خاص ثابت احنا نقارن مرات الاكلات العراقية خصوصا عن كباب اكيد من تشارك يعني الكباب هي شوفي احنا نحشي على الكباب او نحشي على انواع من انواع الرز التمن او القوزي احنا بالعراق نسويه بشكل كلش طيب يعني الكباب اكو انواع طبعا اكو عراقي اكو سوري اكو تركي اكو غربي فالانتشار هو عبارة عن الصيت الموجود النكهة التوابل البهارات اللي نستعملها هاي كلها تأثر اكيد اكيد بس يعني هلا عنده الصبح اوقات يعني بدال الريوك بتلاقيهم مستعدين انهم ياكلوا شيش كباب من الصبح عادي هاي ثقافات هاي تعتمد على الثقافات يعني محبة بالطعام الدسم هون بالعراق محبة بالطعام اكيد ومرات تعتمد على الثقافات يعني يسا يعني مرات مرات يعني ولو هو خلي نقول اذا انطب بقائمة الصحة او الاكل الصحي ولا خلي نقول الفطور الصباحي مهم بس مرات لا الظهر يجي يعني قبل ما يجي الظهر احنا ناكل الرز وناكل صباح واشا بغلب نظر اذا كان صحي او لا هذا شي تاني انا بالعافية اللي هو النكهة قوية يعني اكيد طب بما انه عم نحكي على الطعام الصحي هون بكردستان هل في مطاعم يعني تلتزم بالدايت وبالاكل الصحي او مثلا تعنى بامراض مثلا الناس عندها مرض السكر مرض الضغط يكون خفيف ملح او سكر اكيد اكيد في احنا الامراض الشاعي احنا موجود السكر الضغط الكروسترول يعني انا اعرف صديقي هسا عند الكروسترول لما نيجي للمطعم او يروح بمكان باش يأكل دجاج او يأكل سمك نحن ممنوع عليه اكيد في مطاعم بس في مطاعم متخصصة يعني بالتقديم اكلات الدايت والاكل الصحي مو بس للناس اللي عندها امراض لا بالعكس للناس الرياضيين اصلا الناس اللي يكون عندهم اجسام او بنية عضلية ما يرغب الاكل الدسم يرغب الاكل الصحي اللي هو الكيتو او الدايت يعني وفيه مناطق فيه مطاعم فيه كافتلات مختصة بهذا الاكل اكيد وفيه اكلات يعني بتتشابه بكل بلد بس بتختلف بالاسم مثلا مثل القوز العراقي هو بيشبه الكبسة بالسعودية صح وكمان المندي باليمن بس خلينا نحكي عن التحضير برأيك هل هناك اختلاف بالمكونات يعني وتحضير هاي الطبخات ولا لا هي نفسها بس فعلا غير اسم اكو اختلاف قليل بالبهارات بالتوابل اكو اختلاف قليل بالمكونات خلينا نقول اللي هو الرز نستعمل نفس الشي نشوي ذكرت حضرتك البرياني انه موجود حتى بالصين شو بيختلف مثلا البرياني بالصين الرز يختلف احنا عدنا بالعراق نحب الرز اللي هو شوية سميك او طويل نعم بالصين لا الرز مو سميك ولا طويل يعني بالعراقي نعم يأكلون رز مثل هاي الكبة اللي نسويها الكبة حلب او الكبة العادية يعني عجين يجيبون العجين يخلون شوية سوي ساس بدال الملح ويخلون الدجاج ويساونا يعني لتكون لزجة فهاي الهم صحية بالنسبة للكبسة او المندي يعني المكونات هي رز وهي دجاج او لحم بس يختلف طريقة التحضير بالتوابل طريقة التحضير بالاداء يعني هسا احنا ما نعرف المندي تحت خلني نقول تحت الارض صحيح نسبة من الناس محافظة نعم يعني ما تريد تسبب صحتها يعني خلل فتحاول خلي نقول ترتب اكلها يعني تاكل ثلاثة اوقات باليوم وبنسب معينة حتى ما يصير اضرار للجسم بس يبقى يبقى شي بانه احنا مثل ما ذكرنا الاكل الدسم فلو تاكلين نسبة ستين بالمئة وسبعين بالمئة بيأثر على الجسم يعني صحيح بس في نسبة في نسبة من الناس حاليا بيسيطرون على صحتهم بيحافظوا عليها يلا نسبة بتبشر بالخير اكيد كل شي بيزيد عن حده بيقلب ضده مثل ما بيقولوا صح صح بنهاية حوارنا سيد ديفيد كوردي مدير ادارة المطعم اي بي سي شكرا كتير لتواجدك معنا نورتنا بين سمات زاكرس شكرا وأشكركم على هذا الحضور شكرا نتمنى لك التوفيق شكرا